كل شخص يعرف أن هناك من سرب أسئلة يعني قبل قليلة ما يكان بالتقرير ما عرف إذا أكو جد واحد من التلاميذ أو من الطلبة قولون نسيت أحجي لكم يقولون أكو طالب دي يمتحن جده وأص الحيل ويكسر الظهر وهذا الطالب لازم يكون من الأوائل لذلك الأسئلة تسربت والله كل شي يجوز يصير وإحنا بهذا البلد اللي ما يخش العقل يصير به قولون نفلان لكن بالدلائل نتمنى أن يكون هناك دليل وزارة التربية أبوابها مفتوحة لجميع المنظمات لجميع الأشخاص من لديه دليل ممكن أنه يأتي بهذا الدليل ودعها بعدم وصول إسمه لأي جهة من الجهات يعني أنا بالتقرير الذكرنا أنه واحد من الطلاب جد إلى ظهر ويكسر ظهر يعني يعني بهذه الحالة إحنا إذا فلان ابن فلان وهو أصلا يعني خلنح شيها بالعامية وشك من البق ما يعرفه ودرجاتها عالية الأسئلة كلها تتقدم يعني حتى إذا أقول لك الأسئلة صارت تقريبا مبالغ طلبوها مئة ألف دولار مقابل تسريب الأسئلة للمتحانات قبل فترة أيضا جنابكم يعني كوزارة تربية نفيتوا تسريب أسئلة اللغة الإنجليزية سيد حيدر تسمعني سيد حيدر طيب كنا أنت أذكر الأستاذ حيدر حول التقرير اللي كتبنا أنه أحد الطلبة جدة هو رأس جبيرة وإلى ظهر بحيث يجي هو حفيدة ما يعرف الألف من الياء بهيتي حالة لشترى المبالغ إلى بمئة ألف دولار أمريكي مقابل تسريب الأسئلة للمتحانات هاي الأسئلة ما الثالث اليوم الأسئلة ما السادس وقبل هالأسئلة ما الإنجليزية يعني هناك مجموعات خاصة هي اللي دسروا بالأسئلة بالفعل يعني سيد حيدر قال إحنا نريد وطن وهذا برنامجنا نريد وطن الكل تتعاون به ومحد يخاف من أحد لا رأس كبيرة ولا رأس صغيرة لأن إحنا نتكلم عن تسريب الأسئلة هو تسريب جيل بكاملة مستقبل بكاملة يعني ما معقولة كل شخص اليوم يخترق منظومة كبيرة ويسبب التأجيل الأسئلة والامتحانات يعني ما معقولة أكو جهات معنية أكو جهات أمنية يعني راح نقولها صدق ينطبق المثل اللي يقول يا من تعب يا من شقا ويا من على الحاضر اللي قا على طلابنا يعني ناس يقرون السنة كلها وما بتحامين الضيم والقهر وناس تنجح على الحاضر بفلوس أهلها والأسئلة تجيهم على طبق من ذهب والله حرام حتى الله ما يقبلها بس ما أدري إذا الوزارة تقبلها أو لا بابان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة